مؤكداً أن القرار لصالح المستهلك أشهد رئيس اتحاد صياد الأسماك ظاهر صويان بقرار وزارة التجارة والصناع الخاص بوضع علامة مميزة على الأسماك المستوردة قبل عرضها بالمزاد مضيفاً أن تطبيق القرار فجر اليوم في سوق شرق يعد خطوة إيجابية من شأنها منع ضعفاء النفوس من البعاء بخلط السمك المستورد بالسمك المحلي ونشد صويان وزارة التجارة بتغيير موعد مزاد الأسماك المستوردة ليكون بعض صلاة العشاء لإعطاء المستهلكين فرصة والمشاركة بالمزاد والاستفادة من المستهلكين من كميات الأسماك والربيان المعروضة